توقعات نتفليكس غير مواتية تودي بسهم الشركة وتجروا معها مؤشرات وولستريت ففي يوم التداول الأخير للأسبوع أغلقت المؤشرات الرئيسية في وولستريت على انخفاض لتسجل خسائر جديدة للأسبوع الثالث على التوالي وشهد نهاية الأسبوع تسجيل مؤشرين ستاندرد أنبورز 500 وناس داك أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ بداية جائحة كورونا فالتوقعات الضعيفة من قبل شركة نتفليكس أدت إلى هبوط أسهمها 20% وتعرضت الأسهم لضغوط دول الأسبوع حيث يتساءل المستثمرون عن التقييمات العالية التي تم تسجيلها في نهاية العام الماضي وسط تحول حاد من قبل احتياط الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشددا والتي من المتوقع أن تجلب قريبا معدلات إقراض أعلى وتأثرت الأسهم بعملية إعادة تصنيف من قبل مستثمري بعض الشركات التي ازدهرت في وقت سابق من الوباء عندما كان المستهلكون عالقين في منازلهم مثل نتفليكس وبيولتين انتراكتف لللياقة البدنية ورغم أن شركة البث العملاقة أنهت العام الماضي مع 222 مليون عضوية انخفضت الأسهم نتيجة توقع نتفليكس إضافة مليونين ونصف المليون مشترك للربع الأول من العام الحالي بما كانت توقعات المحللين أن تضيف 7 ملايين و250 ألف مشترك وتواجه نتفليكس منافسة شديدة في سوق البث الفيديو مع شركات عديدة بقيادة وولد ديزني وفياكوم تراجع الناس داك أكثر من 13% منذ بداية العام وغيره من المؤشرات دخلت دوامة الهبوط ما يزيد مخاوف المستثمرين من موجة تصحيح طويلة